شمس البرودي هي زوجة الفنان حسن يوسف وهي فنانة معتزلة بقالها كتير جداً جتير جداً جداً يعني قبل ما الواحد يطلع على الدنيا وهو يسمع فيه شمس البرودي لكن خلاص الستة دي اعتزلت وارتدت الحجاب وبتعدت تماماً عن الأضواء وأظن أن أول ظهور ليها الناس شافتها وشافت صور ليها كان وقت تخرج ابنها من الجامعة الأمريكية فترة اللي فاتت بدأت تظهر بعد الأخبار أن شمس البرودي هتعود مرة تانية للتمثيل وأن شمس البرودي مرة تانية بترجع للدراما معرفش بقى خلال مسلسل واللعين وده اللي خلى شمس البرودي أنها تطلع وترد رغم أنها عادة ما بتطلعش أي تصريح ولا أي أخبار بيتم نشرها عنها وقالت ابعدوا الإعلام عني هو الإعلام عايز مني إيه ابعدوا عني يعني ابعدوا عني هي لنوية ترجع في تمثيل ولا نوية ترجع للساحة الفنية مرة تانية كلام ده كان بعد ابنها ما ظهر في برنامج وتكلم عن وصائقي معمول أنا مش عارفة برضو إيه المهمة أو في وصائقي عن قصة شمس البرودي وجوزها حسن يوسف فبعدها طلع تصريحات صحفيه في الميديا أنه هم رجع مرة تانية للإعلام لكنها رفضت وقالت أنا مش رجع ومش حبه وابني هو اللي هيعمل فيلم عني لكن أنا مش مسؤولة عندها ترجمة نانسي قنقر